اشتركوا في القناة انت مريت بتجربة الترمي الاولاني وعرفت ان التدريبات لازم تبقى في صميم المنهج يعني ايه يعني انا شخصيا بنصحك نصيحة الوجه اللي هي كده لازم المكان اللي تتضرب منه يكون مكان معتمد انا اسف الكتب الخارجية مش ضمن الاماكن المعتمدة للتدريبات تاني الاماكن المعتمدة هي اللي معتمدة عليها بعض ربنا سواء تعالى اللي بتنزل على موقع الوزارة او الكتب الدراسية المدرسية دي المواقع او دي الاماكن المعتمدة للتدريبات يعني ايه يعني انا كل النصيح اللي انا قدر اقولها لحضرتك انماط الاسئلة وانماط التفكير بدرجة كبيرة جدا معتمدة على قدراتك وفهمك ان شاء الله بس في صياق المنهج يعني كتير جدا من الطلبة بيقول يا مستر تب هل الاسئلة هتجيلنا خارج نطاق المنهج مشتحيل ما ينفعش اذا كنا عايزين نقيس درجة الفهم هنقيس فهم حضرتك للمعلومات الموجودة مش حفظ حراك للمعلومات الموجودة فيما حراك للمعلومات الموجودة وطريقة فهمك وتنولك لها معتمد بعد ربنا سواء تعالى على المعلومات المتاحة عندك ثم فيما حضرتك فلو سمحت انا لا يعنيني اذا كان عندنا السؤال ده سهل ولا صعب بس خارج المنهج او خارج المعلومات العلمية اللي موجودة خارج المنهج ولكن اللي يهمني هو ازاي تفكر جوه السياق واعتقد الترمي الاولاني ادالك خبرة كبيرة جدا في الحتة دي يعني لو سمحت تدريبك لازم يكون معتمد بصورة كبيرة جدا على المعلومات داخل المنهج فكر طور من نفسك ولكن على المعلومات العلمية اللي موجودة داخل المنهج على بركة الله يا ريت جاهز ادواتك لان فيه النهار ده كم اسئلة كتير جدا على الحلقة اللي فاتت فلو سمحت كده جاهز نفسك وتعالى نشوف كده مع بعض اول سؤال بصولة طبعا السؤال الاولاني بيقول لك choose the correct answer معظم الاسئلة اللي موجودة عندك او يمكن العشرين سؤال اللي حركة عرضت لهم في الترم الاولاني كان كلهم عبارة عن اسئلة choice السؤال الاولاني بيقول ايه بيقول is the heat content اللي هي المولر انثالبي of H2O gas لو الهيت content تاعت ال H2O gas is 285.85 كيلو جول برمول so the heat content of H2O solid maybe وميدي لحارتك اربع اختيارات less than that في ال H2O gas more than في ال H2O gas equal نفس القيمة اللي مديهلك في ال H2O gas ولا مافيش correct answer طيب فكر كده خمس ثواني انا مديلك الهيت content ال H2O gas ال one mole طبعا عند ال standard state مديلك القيمة الرقمية بتاعته وطالب منك ال heat content لنفس الووتر وهي solid مبدئيا مش هتطلع نفس القيمة يبنى هستبعد C طيب يبنى رأتي عندنا أولاد قدامي ثلاثة اختيارات هل هي تطلع more than ولا less than ولا مافيش إجابة طيب نفس الحراكة ما هي أكيد إما تطلع more than أو less than طب تتوقع وهي حالتها solid إيه الاختلاف عن وهي حالتها جاز أقولك ببساطة شديدة جدا مليون في المية فاندر فالز في الصلد أعلى من فاندر فالز في الجاز تاني هو السيادة كونتة بتحسب ال heat content محتاج إيه تونيستر أنا محتاج ال component اللي هي number of atoms وال type of atoms ال type of bond وال physical state اللي متحكم فيها فاندر فالز طب هنا ال component وحدة هنا 2 مول من الhydrogen 1 مول من ال oxygen نفس ال component نوع البوند وحدة هنا نوع البوند وحدة أقصد نفس نوع البوند ولكن solid state أكيد عندها فاندر فالز أعلى يبقى أكيد some forms of energy stored inside 1 مول من الوطر وهي حالتها صلد أعلى من some forms of energy أو المولار heat content أو المولار انسالبي اللي في الحالة الجاز عشان كده أولاد لو ترجع للحلقة اللي فاتت كنت بقولك ان ال heat content بتعتمد على خمس حاجات number type number type وال physical state number of atom type of atom number of bond type of bond وال physical state الله يعني يا مستر حضرتك مستحيل يطلع اثنين chemical compound مختلفين ليهم نفس ال heat content أقولك والسبب ده لو فاكر كنا بنقول في الحلقة اللي فاتت delta H ما تطلعش أبدا بزيرو طيب يا مستر حضرتك طب أنا عشان أجواب السؤال ده لازم أكون فاهم يعني heat content وعارف ان الكل chemical compound عنده ايه أولاد heat content حاجة كمان القيمة اللي طلع دي طلع عند شروط ايه أولاد طول شروط standard طيب ده ده مش مجرد قيمة رقمية وخلاص ولكن قيمة رقمية لها تفسير كيمية أو معتمدة على معلومات كيميائية دقيقة طب نبص كده على السؤال التاني السؤال التاني بيقول لي لو heat content بتاعة carbon dioxide مدين القيمة 393.5 كيلو جول يبقى heat content بتاعة 22 جرام من carbon dioxide طب بس قبل ما ننقل على أجابة السؤال في خطأ فني في اللي أنا كاتبه ده أولاد ايه هو مستر حركو احنا بقى ان شاء الله هنذاكر ولا هنبص الأخطاء الفنية بتاعة حضرتك قولك لأ فكر فكر كده عندنا أنا مستر أنا منفعش أدي لك heat content وقولك CO2 خلاص ثم لازم أعمل لك ايه كويس لازم أدي لك ايه كمان يا أولاد الفيزيكال استيت لازم أقول لك عندنا ده حالته جاز ولا حالته صلد ولا حالته ليكود ولا ايه بالظبط طيب قدرا لو هو ما دلكش الفيزيكال استيت خلاص هو مش مدين الفيزيكال استيت في الحالتين يبقى هو عندنا بتعامل مع واحد ولكن الأكثر دقة أكتب لك الفيزيكال استيت طب بنرجع نقول السؤال كمان مرة لو الهيت content تاعت الكاربون دايكسايت الجاز طبعا أكيد عند الشروط الستاندرد مدي لك القيمة الرقمية تاعته 330 أو 93 393 0.5 كيلو جول برمول يبقى الهيت content ل22 جرام من الكاربون دايكسايت جاز برضو إيكوال كام وحدي لك في الجيفن أقول لك الكاربون ب12 والهايدوجين ب1 فكر كده أتعامل إزاي طيب هفكر زي ما كنت بفكر كده عندنا أولاد في شاب ترطوف الترمي الأولاني قلت له حركة مستر الحمد لله الترمي الأولاني عادة ومش فاكرين حاجة أقول لك خد بالك قيمة اللي انت بتاخده أو النظام اللي انت بتاخده نوعيز يخلي دايما المعلومات موجودة معاك معلومة خلصت لا هتستعين بعض ربنا شعر تعالى بالمعلومات اللي سيتك سبق ودرستها على الأقل في المرحلة اللي انت بتدرسها عشان تقدر تفكر وإلا لو انت مقرر تدرس معلومات فقط في مرحلة أو في ترم فقط هتبدوني عندك أزمة شوي طيب نتعامل إزاي تقول لي حركة مستر انت الوقت بتقول لي الهيد كونتنت جوه الكاربون دايكسايد كذا الكاربون دايكسايد الجاز ماشي اللي الناس اللي بتصحح ذي الكاربون دايكسايد الجاز كذا طب أنا عايز راحسب الهيد كونتنت في 22.22 جرام من الكاربون دايكسايد الجاز نقول لك ببساطة شديدة جدا هو المول من الكاربون دايكسايد عبارة عن كم جرام طيب عبارة عن 12 اللي هي الكاربون بلس 16 في 2 اللي هي 2 في الأكسوجين يعني 44 جرام طب ما تعمل الفيكسد ريش اللي كنت بتشغل بيها يعني كل 44 جرام من الكاربون ديوكساد جاز الهيت كونتنت بتاعته 393.5 كيلو جول يعني 44 جرام فيها 393.5 كيلو جول إيه السؤال تحت 44 أحط كام يا أولاد تقول 22 وتحت 393.5 نحط X ونعمل cross multiplication هتطلع القيمة الرقمية بتاعتك هي عبارة عن 22 في 393.5 على 44 شوف كده عندنا مستر القيمة هتطلع هنا كام فكرة ده عبارة عن إيه فكرة ده اللي أنا تعلمت في الترم الأولاني إن المول من الكاربون ديوكساد أقدر أحسبه هيتطلع لك 44 جرام بمساعدة إيه تقولي حركة مستر بمساعدة المولرماز بتاعت الكاربون هتدهلنا والمولرماز بتاعت الأكسجن هتدهلنا هنحسب عادي جدا تطلع 44 جرام تب 44 جرام فيها 393.5 كيلو جول يبقى 22 تحت 44 ونحسب عندنا بال cross multiplication تفكر كده في رقم 3 ده أولاد لو الهيت كونتنت بتاعت الكاربون ديوكساد خلاص بقى تعلمنا كاربون ديوكساد الجاز لستاندرد قيمتها 393.5 كيلو جول هو ده رقم ثابت يا مستر قولك ما تشغلش نفسك أنا مدي لك القيمة الرقمية فما تقلقش لو الهيت كونتنت بتاعت الكاربون ديوكساد الجاز لستاندرد اللي هي إيه الستاندرد دي يا أولاد تقولي حركة مستر الأتموسفيريك بريشر وان كويس ولو كنت بتعامل مع سوليوشن حيبوان مولر الستاندرد دي هيت كونتنت للكاربون ديوكساد الجاز مدي لك الرقم طب يبقى الهيت كونتنت بتاعت الأكسوجين جاز كام تاني الستاندرد دي هيت كونتنت بتاعت الكاربون ديوكساد جاز مدي لك القيمة الرقمية بتاعته 393.5 كيلو جول برمول طب يبقى الهيت كونتنت للأكسوجين جاز هل less than القيمة اللي أنا مديها لك ولا more than ولا zero ولا no correct answer طب أنا سامح حد بيقولي يا مستر less than عشان هي كومبوناً من الكاربون ديوكساد أقوله لا اختيار مش دقيق ليه أولاً أنا مدي لك هنا الكاربون ديوكساد ده كيميكا الكمباوند الهيت كونتنت لازم يكون عندي كيميكا الكمباوند طب الأكسوجين ده أولاك فانتم الأكسوجين ده element ده O2 تم الاتفاق أن الهيت كونتنت للألمنت سواء only one atom أو similar atoms هتطلع قيمة الهيت كونتنت بتاعتها بكام يا شباب؟ زيرو تاني يعني الهيت كونتنت دي معلومة مهمة جداً الهيت كونتنت بتتحسب للكيميكا الكمباوند ركز معاك كده أولاد حضرتك حساب الهيت كونتنت لازم يكون عندي كيميكا الكمباوند طب ايه كيميكا الكمباوند أي أن كان آيونيك أو كوفيلاند واللي كيميكا الكمباوند عندنا أولاد هو أي atoms different combined together طيب element هو only one type من الأتم يعني أنا بتكلم على الهيت كونتنت بتاعت السوديم as a element أو الهيدوجين as a element أو الأكسوجين as a element أو الفوسفرس as a element أي element قيمة الهيت كونتنت بتاعته هتطلع بكم؟ بزيرو طب ده سؤال مهم خد بالك number four لو الهيت كونتنت لتن جرام من الميثين جاز قيمته 300 كيلو جول يبقى الهيت كونتنت بتاعت الميثين جاز كام كيلو جول وطبعا هتدي لك الكاربون 12 والهيدوجين بوان طيب أفكر إزاي نفس الإجزامبل رقم 2 هفكر فيه بنفس الطريقة بمعنى كل 10 جرام من الميثين الهيت كونتنت بتاعتها كام؟ 300 كيلو جول أه بس هو مش عايز الهيت كونتنت بتاعت 10 جرام وعايز الهيت كونتنت بتاعت من يا أولاد؟ بتاعت الميثين طب أعمل إيه؟ بتقول لي مستر هنحل الطريقة الفيكسد ريشيو بمعنى العشرة جرام ميثين الهيت كونتنت 300 كيلو جول طب ما تحسب الميثين كام جرام الكاربون 12 والهيدوجين 1 ملتبلاي 4 يعني تطلع 60 جرام أتعامل إزاي؟ كل 100 جرام ميثين جاز الهيت كونتنت 300 كيلو جول يبقى 60 جرام ميثين جاز فيها إكس يبقى قيمة الإكس سيكستين في 300 على تن سيكستين في 300 على تن كمان مرة يبقى هنا شغلي معتمد بدرجة كبيرة جدا على المعلومات اللي هراك خدتها في شابتر 2 في الكالكوليشن يبقى لعشرة جرام من الميثين جاز الهيت كونتنت 300 كيلو جول يبقى سيكستين جرام من الميثين جاز فيها إكس ونشوف النتيجة الرقمية بتاعتي هتطلع كام طيب رقم خمسة عشان عندنا تبقى بالانسد الله يعني البالانس بتاع شابتر 2 في الترم الأولاني مهم فلو سمحت رجعوا عشان مهم جدا قبل ما تفكر تبص على أي سؤال طالما أنا مندي لك عندنا كيميكال ايكويشن فلازم تبص على البالانس اعمل تشك كده بعينك للبالانس اه النايتروجين بلانسد اتنين نايتروجين خارج اتنين نايتروجين ستة هايدروجين خارج ستة هايدروجين طب برضو قبل ما ناقش يا أولاد دلت ايتش طلع عصاين نيجتيب ايه الميزة اللي تعود عليك لما تعرف ان دلت ايتش طلع نيجتيب تقول مستر والله حضرتك انا اعرف معلومات كتيرة جدا واحد نوع رياكشن قالك نوع رياكشن في الحالاته يتصنف ايه تقول لي اكسو ثيرميك رياكشن يعني هي اكسو ثيرميك رياكشن يعني فيه لايبريشا للانرجي طب دلت ايتش طلع عندنا بالنيجتيب تب ده معنى ايه تقول ده معنى ان الهيد كونتنت بتاعت البرودكت اقل من الهيد كونتنت بتاعت رياكتنت ايتش بي سمولر زان ايتش ار وقدر ارسم الجراف او الدياجرام زي ما علمت حراك كده في الحلقة اللي فاتت طيب نقرأ كده سؤالنا انا كاتب الايكويشن وهي بالانسد ومديلك دلت ايتش عندنا نيجتيب 92.4 كيلو جول عايز المولر انثالبي للامونيا طب هي القيمة اللي طلع دي يا مستر طلع المين هي طلع للامونيا طب منين يا مستر طلع للامونيا اذا كان اصلا دلت ايتش هي عبارة عن ايتش بي منس ايتش ار قالك اه بس انت ناسي النيتوجن ده المنت او مولوكيل والهايدوجن ده مولوكيل طب برضو يعني ايه اقولك يعني الهيد كونتنت بتاعتهم بكام طلع بزيرو يا لو انا حتى كتبتلك العلاقة الرياضية اللي هي بتقول دلت ايتش هي ايتش بي منس ايتش ار طب دلت ايتش هي نيجتيب 92.4 ايكل ايتش بي انا هعتبر الامونيا هنا اكس طب انا عندي كام مول من ال اكس طلع اتنين مول يبقى تو اكس منس زيرو طب ليه زيرو طلع حركة مستر مهون نايتوجن دول مولوكيل او ايلمنت ودول قيمتهم بزيرو اذا نيجتيب 92.4 ايكل 2 اكس ال اكس دي هي الهيد كونتنت للامونيا يبقى عشان اطلع الهيد كونتنت بتاعت الامونيا هتطلع نيجتيب 92.4 ديفايد 2 واشوف القيمة الرقمية بتاعتنا عندنا مستر تكافئ كام هنا تاني الرول بتاعة دلت ايتش هو عبارة عن ايه قطل لي مستر هو دلت ايتش ايكل ايتش بي منس ايتش ار طب دلت ايتش انا مدهي لك نيجتيب 92.4 طب ايتش بي انا معرفهاش اللي هي اتنين مول من الامونيا عشان كده قلت الحراكة البلانس مهم منفعش تتعامل مع ايكويشن من غير ما تعمل لها بالانس فانا افترض ان الهيد كونتنت بتاعت الامونيا اكس طب يبقى 2 اكس مينس زيرو يبقى دلت ايتش مطلع لك 2 اكس يبقى عايز اطلع قيمة ال اكس يبقى دلت اكس او دلت ايتش ديفايدد 2 تطلع لك الهيد كونتنت عندنا بتاعت المول من الامونيا ده شؤال مهم طب هتطلع غالبا الاختيار عندنا بي طب رقم 6 from the following equation 2H2 جاز مع O2 جاز مطلع لك 2H2 O جاز دلت ايتش نيجتيب 285.5 كيلو جول طب برضو نفس القصة دلت ايتش نيجتيب طب جميل دلت ايتش نيجتيب يا مستر يبقى دا اكس وثيرميك راكشن يعني ايه يعني ايتش بي سمولر ذان ايتش ار برضو يعني ايه تقولك يعني فيه لايبريشن للانرجي طيب لو انا حابب اكتب رول تقولي دلت ايتش اللي هي نيجتيب 285.5 هي 2 اكس انا هعتبر الهيد كونتنت بتاعت الوطر با اكس ماينس زيرو طب ليه ماينس زيرو تقول مستر خلاص بقى الهيدوجين دا مولوكيل والاكسوجين دا مولوكيل وقيمته بزيرو طيب لو انا حابب اطلع الهيد كونتنت بتاعت الوطر هتبقى القيمة دي اللي هي نيجتيب 285.5 ديفايد 2 مستر معلش طب نقرأ السؤال كده يمكن مش طالب اللي انت بتقوله قولك طب نقرأ السؤال كما مرة فرم دا فولوينج ايكويشن هو عايز المولر انصالبي المين للهيدوجين جميل جدا طب يبقى المولر انصالبي للهيدوجين هل محتاج اللي انا عملته في الاول تقولي لا ليه طب اللي الهيدوجين دا مولوكيل طب يا مستر دول اتنين مول او لا كفان دا ما هو اي مولوكيل عندنا قيمة الهيد كونتنت بتاعته كام بزيرو طب اتنين مول في زيرو تين مول في زيرو ستة مول في زيرو هل فرق مع حدودك طب لا يبقى انا اذا انا فهمت ان الهيد كونتنت بيتحسب عندنا للكيميكا الكمباون والكمباون دا هو الديفرنت اتوم هقدر اختار الاختيارات بتاعته طب يا مستر بعد اذنك ما تعتمدش في اسئلة الاختيارات على العشوائية في كتير جدا من الاولاد بتقل درجاتها عشان بتقرر تعتمد على اختيار وخلاص لا فكر في سؤالك عشان تعرف الاختيار المناسب هيكون ايه طيب رقم سيفن لو الفاليو بتاعت البوتنشل انرجي عند كاينتيك انرجي لان الكترون جوه الاتوم هي 50 and 70 مليون الكترون فولت طب معلش يا مستر حضرتك هو ايه المليون الكترون فولت دا قولك المليون الكترون فولت دا دا عبارة عن ميجرين جونت للانرجي طب مستر احنا اخدنا الميجرين جونت بتاعت الانرجي جول كالوري كيلو كالوري كيلو جول قولك فيه عندنا ميجرين جونت كتير جدا من ضمنها المليون الكترون فولت دي وحتدرسها ان شاء الله في الشابطر الاخير في التيرم التاني طيب الراجل بقول لك أنا عندي البوتينشال انرجي والكينيتيك انرجي لالكترون فقاتهم معينة هي 50 و 70 مليون الكترون فولت يبال كيميكا الانرجي اللي هو جوه الكيميكا الكمبون ده او اللي جوه الالكترون ده كام طب يا مستر حضرتك وانا هعرف منين اقول لك حضرتك ارجع تاني لمعنى كلمة هيت كونتنت اللي هي صام فورمسوف انرجي ستورد انصايد وان مول من المطر طب والصميشن هنا كنا بنقول هي الانرجي بتاعة الالكترون طب الانرجي بتاعة الالكترون هي عبارة عن ايه هي عبارة عن البوتينشال والكينيتيك طب يا مستر حضرتك يبقى كل الالكترون عنده اتنين انرجي عنده بوتينشال وكينيتيك لو انا عايز اجيب الكيميكا الانرجي او الهيت كونتنت بتاعة الالكترون او الانرجي بتاعة الالكترون جوه الاتوم هي البوتينشال بلاس مين يا شباب بلاس كينيتيك طبعا مندي لك أربع اختيارات هل هي potential أو 70 multiply 50 اللي هي kinetic في potential ولا 70 على 50 ولا 70 plus 50 ولا 70 minus 50 طولي حركة مستر دي عبارة عن summation للpotential والkynetic طب خد بالك أنا كنت ممكن أدي لك عندنا potential والkynetic بالجول أو أدي لك واحدة بالجول واحدة بالكل و أدي لك عندنا اختيارات طب تمام يا مستر حضرتك لو أنت هتديني potential وkynetic بميجرينج يونت مختلفة لازم حضرتك تتعامل بيونت واحدة يمكن أنت تعلمت في الحلقات اللي فاتت إزاي نحول من كلل الجول والعكس طب يب أخد بالك لو أنا هتدي لك قيم رقمية لازم تشوف في اليونت هل اليونت واحدة ولا اليونت مختلفة هنا الراجل مدي لك عندنا 50 و 70 بنفس اليونت اللي هي المليون إلكترون فولت طب مش تقولي بعد كده المولر انصالبي في السالفيوريك أسد produced from المولر انصالبي أو الهيت content لديه بعض طريق الانيرجي ستورد inside one mole من السالفيوريك أسد produced from الإلكترون أنيرجي ولا الفاندر فالز فورس ولا الكيميكال بون ولا all the previous طب سر وانا مغمض المولر انصالبي عبارة عن كل الحاجات دي اللي هي الالكترون انيرجي مين الالكترون انيرجي يا أولاد طب اللي البوتنشل والكينيتك طب مين الكيميكال بوند طب حراك الايونيك أو الكوفيلانت طب مين الفاندر فالز طب ده دي المسؤولة عن الفيزيكال استيت الله يعني وانا بحسب المولر انصالبي او الهيت كونتنت الستاندرد لأي كيميكال كومبوند هنا انا بكلمك على السالفيوريك أسد طب مين السالفيوريك أسد طب اللي هو ايه تقول السقفور طب ايه الكمبوند انت بتاعته 2 مول من الهايدوجين وان مول من السالفر 4 مول من الاكسوجين أتم طب تمام 2 مول من الهايدوجين أتم وان مول من السالفر 4 مول من الاكسوجين أتم عشان احسب المولر انصالبي انا محتاج لكل دول محتاج لفاندر فالز محتاج للبوتنشل والكينيتك اللي هي الانرجي بتاعت الالكترون او اللي بنسميها كيميكال انرجي يباسمها كيميكال انرجي او يمكن حراك خط اكسبريشن في الفيزيكس اسمها ميكانيكال انرجي ميكانيكا الانرجي كيميكا الانرجي سميشن بتاعت البوتينشل والكينيتك لالالكترون طيب نمبر ناين The molar enthalpy of different substance هل ممكن تبقى equal هل لازم تبقى equal هل ممكن تبقى different ولا لازم تبقى different تاني المولار enthalpy بتاعت different substance هل ممكن تبقى equal maybe equal must be equal may be different must be different بتقول مستر حضرتك ايه الفرق يعني ما بين A و B قلت حرق may be equal يعني محتمل ومحتمل لأ تبقى equal must be equal يعني لازم فقط تبقى equal بتقول الله مستر حرق ده هي لازم تبقى different مش محتمل تبقى different لازم تبقى different طيب مستر حضرتك لازم تبقى different ليه اقول لك راجع تاني هو the heat content معتمد على ايه تقولي number of atom type of atom number of bond type of bond وال physical state يعني اي اتنين chemical substance مختلفين لازم هيكون فيهم اختلاف من الخمسة او اكتر من اختلاف يبقى لازم the heat content او المولار enthalpy لل different substance لازم هيطلع عندنا different اللي هو الاختيار C طيب رقمتين لو الفاليو بتاعة delta H لreaction هي negative 300 كيلو جول هل ده معناه ان reaction اكسو ولا هل اتش بي smaller than HR ولا HR more than HP ولا all the previous فكر انا مدي لك الفاليو بتاعة delta H negative 300 كيلو جول تقولي طب تمام negative يعني ايه تقولي يعني اكسو thermic reaction طب لو كانت بوسطف هيبقى endo thermic reaction طب هي طلع بالنغتف يبقى اكيد وفقا للرول بتاعتنا HP smaller than HR طب مهو لما HP تطلع smaller than HR وهو ده معناه ان HR more than HP يبقى الاختيار المناسب all the previous طب معلش يا مستر حروريك احنا دلوقتي اخدنا سؤالين وطلع فيهم all the previous هل اي سؤال يجي لي فيه all the previous اختار اقول لك لا طبعا لا طبعا ليه انا هنا بختار وفقا للمعلومة طب لما تركز وتعرف ان شاء الله هتلاقي الدنيا ميسرة بدرجة كبيرة للناس اللي هي قاعدة تمام والدنيا سهلة بالنسبة لها ما تستغربش اذا انت اعتمدت بعد ربنا سواء تعالى على الفهم هتبدوني ان شاء الله متاحة لك بدرجة كبيرة رقم 11 delta H انا مدي لك عندنا delta H بسطف 6 كيلو جول ومدي لك H2O solid بقت H2O liquid طيب يبقى الفاليو بتاعة delta H لو انا هعمل reverse لرياكشن تقول لي يعني ايه ولك انا مدي لك delta H للاكويشن دي ليتحويل الوطر من حالة solid لحالة liquid احتاج delta H بسطف 6 كيلو جول طيب مستر حركة اعتقد ده منطقي ليه ده منطقي تقول لي حركة مستر مو انت عشان تحول من physical state solid لphysical state liquid لازم هتدي energy للوطر وهي solid بمعنى هو عشان احول من physical state solid لنفس chemical compound physical state liquid هتدي له energy يعني فيه absorption للانرجي قيمته بوسطف 6 عشان اعمل reverse الرياكشن هتطلع نفس القيمة ولكن هغير sign ل عشان احول من حالة liquid لحالة solid هيبه فيه عندنا delta H نفس القيمة ولكن sign negative بما ان الرياكشن ده اندو فلو انا هعكسه هتحول عندنا من endو الى x تاني اقول مستر حراكي يبه لو انت مديلنا delta H الرياكويشن معينة ماشي في direction معين مديني القيمة بتاعته بالبوسطف يبه عشان تعمل reverse هيبقى هي نفس القيمة ولكن sign negative طيب دي كده مستر كانت مجموعة اسئلة على الدرس بتاع حراكي المهم جدا اللي هي المولر انصالبي اتمنى ان يكون حراك دا وانت الاسئلة دي معانا علشان قدر الامكان تتبعها وتشوف الحلول بتاعتها وتقيم ادائك ومستواج بالنسبة لدرجة الفهم بتاعتك وما تقلقش ان شاء الله باذن الله دي اعتقد جزء من بعض الاسئلة المهمة اللي موجودة عنده حروتك اللي هتساعدك بعد ربنا سوء تعالى اللي انت تضرب عقلك قبل ما تضرب كده